السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر رحمة الجابر بنكمل مع بعض ان شاء الله شرح منهج المراحل السنوية خصوصا فيه القواعد بتاعتنا تابعوا النهاردة درس من الدروس الجديدة ان شاء الله النهاردة حنكمل مع بعض فكرة التحدث عن الأزمنة خلصنا أزمنة الماضي كلها وعرفنا إعلاقتها بعض وكلمنا على أن السيمبل حدث ابتداء بتكلم على البداية والنهاية إنما كمتنوز حدث وسطي كلمنا عن البرفكت هو أول حدث من حدثين في الماضي بنعلمه إنه هو بيرفكت النهاردة بناخد أخوه بس في زمن البرزن الكلام النهاردة على البرزن بيرفكت المضارع التام اسم الزمن ذات نفسه بيديك فهم عام لاستخدامه في أنهي منحة في حياته اسمه بيرفكت يعني حاجة مضارعة حاضرة الآن بيرفكت يعني تم طب إزاي حاجة مضارعة وإزاي خلصت حاجة بسيطة جدا الموضوع إن الزمن ده هو يمكن الوحيد في اللغة الإنجليزية اللي بتكلم عن الربط ما بين ال past or present لإنه بيجمع ما بين حدث انطلق في الماضي أو حصل في الماضي ولزال إلى الآن في أثر ليه بمعنى إن انت شايف قدامك دلوقتي تدقاعد حزين إيه سبب إن هو قاعد حزين إنت بتسأل هو سمع أخبار سيئة أنا استخدمت هنا زمن المضارع التام في الكلام إن أنا شاف قدامي فيه شخص واضح جدا عليه أثر من حاجة حصلت في الماضي فهنا بنستخدم زمن المضارع التام للتعبير عن حاجة حدثت في الماضي ولها الأثر المادي يعني المرئي أو المعنوي أو الحس الداخلي في زمن المضارع بص معايا كده إحنا كنا بنقوله إيه زمن موضح قدامكم كده كنا بنقوله إن تتكون الجملة من subject, verb, compliment خلاص بقى إحنا بقت عندنا أساسي في بداية كل محاضرة إحنا بنتكلم على شكل الفعل في الزمن ده قالك الفعل هنا له شقين auxiliary، فعل مساعد، helping، والفعل الثاني اسمه main verb، الفعل الأساسي قبل كده وضحت لحضراتكم في أول حلقة من الدكان الزحمة هو إيه الفرق ما بين الفعل المساعد والفعل الأساسي الفعل المساعد يستخدم في حالة interactive والnegative يستخدم في حالة النفي أو في حالة السؤال بالذات وخصوصا لإن في بعض الأفعال إحنا قلنا بتستخدم في النفي وفي السؤال بس مش عايزين نتكلم لهم بيظهروا في الجملة لأنا قلنا عن يوم لهم الverb بتدوم النهاردة الفعل بتاعنا بيبتدي من هاز كفعل مساعد بنختار هاز لما بيكون الفعل قبلها he أو she أو it اللي احنا قلنا عليهم ضمائر مفرد طرف الثالث اللي احنا بنتكلم عنهم أو بنتكلم باستخدام have لو مش هاز يبقى بنستخدم have have تستخدم مع ضمائر المتكلم الطرف الأول المتكلم اللي هو i أو we وضمير المخاطب طبعا اللي هو you وضمائر الجمع we و you و they يبقى ضمائر متكلم first person, second person, and plural و ضمائر الجمع. بعد have وهاز مباشرة انت لازم تستخدم الفعل في التصريف التالت التصريف التالت طبعا احنا احنا تكلمنا عنه في pass perfect بتاعت unit 1 وقلنا هو الفعل الطبيعي اللي مضاف له id ولكن احيانا بيكون الفعل irregular يعني فعل مختلف وسبنا ملف بالافعال اللي هي الافعال المتغيرة حسب sound بتاعها في احد حلقات شرح الجرام. طيب تعال نبصوا مع بعض بقى كده هو ايه موضوع present perfect ده مع بعض. زي ما قلتلكم في البداية هو بيعبر عن حدث انطلق في الماضي عشان كده اختاروا التعريب perfect وله اثر في المدارة عشان كده سموه present. يبقى الاثر موجود اثر مادي اثر معنوي ولكن البدء والانطلاق كان في زمن الماضي. بص الجملة دي كده I have been to Italy twice يعني انا رحت ايطاليا مرتين انا مقلتلكش امت انا قلتلك ان انا زهبت لقد زهبت الى ايطاليا او زورت ايطاليا مرتين طب يا ترى ايه اللي خلانا استخدم present perfect هنا واضح جدا من كلامي ان الزيارة دي سايبة فيها اثر ممكن يكون اثر معناوي داخلي ان انا فرحان جدا بالزيارة او ان انا مذكرتلكش امت وخلاص طبعا اداة النافي هنا بتبقى haven't او hasn't لما نتكلم ان شاء الله على استخدام الكلمات الاتية اللي شايفينها قدامكم حالا دي هي بعض الظروف اللي بتستخدم في هذا الزمن زي ايه مثلا ever never yet already just since for lately recently so far up till now دي بعض الظروف اللي بتستخدم للدلالة والتحدث عن الزمن ده كمان بيستخدم مع التعبيرات اللي قدامنا دي زي مثلا it's او this is the first time the second time بعد كده جملة it's او this is the only يعني انها المرة الوحيدة in the last few years month weeks etc in recent years في السنوات الاخيرة over the edge عبر السنين over the years over the centuries عبر القرون عبر السنين عبر الاعمار عبر العصور يلا بينا نتكلم بقى عن استخدام كلمة كلمة بداية كلمة ever كلمة ever بتستخدم انا مش عايز اقولك ايه معنى كلمة ever سيبك من الكلام ده خالص المعنى هنا مش مطالب بيه بقدر انك تعرف التكوين بس ركز معا بدي الكلمة ودي دراسة خاصة بالأدفارب اولا لازم تفهم هل بتأتي في البداية ولا في النهاية من الجملة ولا في وسط الجملة في البداية معروف ان بيجي بعدها الكاما في النهاية عادي خالص انما في الوسط لازم تفهم مكانها فين بالزبط هنتكلم عن اول حاجة كلمة ever كده بص الجملة اللي قدامك دي هزك توضح لي اللي قدامك دي جملة مثبتة ولا جملة منفية ولا سؤال بفعل مساعد طبعا احنا قلنا لفعل مساعدة هاف وهاز ولا سؤال بأداة السفام اللي هي what وهاو اللي هي WH وهاو بص الجملة بتقول ليه هل عمرك ركبت توك توك حضرتك اللي موجود قدامك ده نوع ايه من الاربع اللي انا قلت عليهم هل دي جملة مثبتة جملة منفية سؤال بفعل مساعد ولا سؤال بأداة السفام بالزبط كده هو سؤال بفعل مساعد بدأ بهاف طب فين كلمة ever موقع فين في السؤال موقع كلمة ever بعد بلازم تعرف كده ان كلمة ever تستخدم في السؤال بفعل مساعد بعد الفاعل هاف يو ever هاز هي ever نشوف الجملة التانية It's the best novella I have ever read It's the best novella I have ever read دي افضل رواية انا قرأتها على الاطلق اللي قدامك دي هل هي جملة مثبتة جملة منفية سؤال بفعل مساعد ولا سؤال بأداة تستفهم بالزبط دي جملة مثبتة مفيش فيها اي نفي طب فين موقع ever فيها موقع ever فيها بعد الفعل المساعد جميل جدا يبقى مرة جات بعد الفاعل في السؤال ومرة جات بعد الفعل المساعد في الجملة بس خلي بالكم بقى ever جات في الجملة دي لسبب مهم جدا هو ان الجملة بدأ في البداية صفة من صفات سبالاتف صفة من صفات التفضيل ايه علامات صفات التفضيل حضراتكم درستوها اللي اخرهم ST او في بعض الصفات المتغيرة زي مثلا كلمة tallest smallest worst best least most الصفات اللي هي بيسموها صفات التفضيل المعروفة باستخدام ذا قبلها فانا بقول ان دي the past the best novella دي افضل رواية عشان كده استخدمت كلمة ever برضو بدون ذكر معنى كلمة ever انا عايز اقولك اذا كان في جملة شق بدائي بيحمل صفة من صفات التفضيل فانت هتستخدم كلمة ever بعد have او has جملة كمان nobody has ever attended the meeting مفيش حد خالص حضر الميتين هل دي جملة مسبتة ولا منفية ولا سؤال بفعل مساعد ولا سؤال بعدات استفام طبعا دي جملة بس الجملة يا اخوانا مالها منفية بنوبادي لو كانت في الجملة الفاعل فيها فاعل لا هوية حدش يقدر قولك nobody ده هل هو nobody غلد ولا ست ولا حسن ولا هبة ولا حسين ولا مين مش معروف nobody وخلاص مفيش حد ولذلك استخدمنا هنا في الجملة دي بعد الفعل المساعد وطبعا هتلاقيها دايما بهذا هنستخدم هنا طبعا علشان خاطر استخدامنا لللا هوية انا محددتش مين هو البادي محددتش مين الماء محددتش مين البادي استخدمت كلمة ever بعد هذا الجملة الرابعة نوع الجملة اللي قدامك هل هي جملة مسبتة منفية هل هو سؤال بفعل مساعدة هل هو سؤال بقدات استفام طبعا جملة منفية بكلمة not بعد كلمة has كلمة ever موقعها فين؟ بعد hasn't يبقى بعد hasn't أو بعد haven't في الجملة المنفية بنستخدم كلمة ever أربع استخدامات بفعل مساعد بعد الفعل بصيغة التفضيل بعد have أو has جملة مش معروف مين الفعل بدأ بنو one nobody بعد has والجملة كمان اللي فيها not بعد not مباشرة انت بتستخدم never no i have never read in a tactic لا ده أنا عمري خالص ما ركبتي توك 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 ده ردا على سؤال ever no i have never read in a tactic استخدمنا هنا كلمة never ليه؟ أولا لأن الجملة منفية منفية بنو بعدها كم هي و never موقعها بعد have أو has استخدم never في حالة نفي الجملة هي اللي بتنفي الجملة لأن فيه إشارة على أنها رد على سؤال ever استخدام تالي never never هو ما جاشا قبل كده بس احنا برضو بنقوله للعلم اسمه ال inversion اللي ممكن never تأتي في البداية وتستخدم زي كلمة no sooner hardly or scarcely يعني يجي بعدها الفعل المساعد ثم الفعل يعني كنت بقول i have never يبقى never have i كأنك بترجع بيها من الشمال للمين؟ لا من المين للشمال i have never never have i ده استخدام كلمة never لو جات في بداية الجملة في زمن زي ده بتعمل حاجة اسمها inversion استخدام ده بيأتي في ال spoken bus هو في المحادسة الخالص اللي انت تقول ايه i have never ever written a doctor بشدد فيها النفي خالص ما حاجة ما حصلتش مطلقا طبعا ده استخدام في الأفلام فقط حالات استخدام just بنكرنهم ببعض دائما بالحطوم مع بعض كلمة just already بص الجملة دي حدد لحضرتك بقى انت نوع الجملة واقول لي موقع الكلمة فين just arrived جملة دي نوعها مثبتة مش منفية كلمة just بتيجي بعد has ما تنساش ان سلوب الاختصار بتاع has زي سلوب الاختصار بتاع has يبقى هنا just arrived احمد لسه طوا وصل يبقى هنا بنستخدم just بعد have أو has في الجملة المثبتة already برضو نفس الكلام كلمة already جد بعد has أو have في الجملة المثبتة استخدام تاني لكلمة already انها ممكن ان تأتي في نهاية الجملة المثبتة يبقى just بعد have already ممكن انها تأتي في نهاية الجملة المثبتة مش عايز افكرك ان ممكن انها تيجي just or already في السؤال اللي هو في what أو how أو when أو where أو اي حاجة من ادوات الاستفاعل بس كل حاجة في مكانها لما بيجوا في السؤال بيستخدموا بعد الفاعل هقول what has already done انا هنا بتكلم على استخدام كلمة already أو كلمة just نخش على الزغليل اللي هي بتبقى الدراسة ايما على الفرق ما بينهم كلمة since for بصوا بكل بساطة كده علشان من كعبلش الدنيا على نفسنا بالراحة كده حضراتكم عندوكم معاد الساعة 6 المعاد ده معاد مثلا كورس معاد درس بينتهي الساعة 9 انا قلت اسم الساعة قلت 6 وقلت 9 ما قلتش المدة اللي في النص كانت كام ساعة اذا سنس بتستخدم للتحدث عن ميقات البداية او ميقات النهاية بتتكلم عن الاسم بذاته مش عن المدة اللي هي ممكن مع الوقت تمتد سنس بيجي بعدها الساعة والسنة واليوم والشهر وجملة في زمن الماضي وكلمة then اللي بعدها فترة واي اسم مناسبة واي اسم شهر اي اسم سنة اي اسم موسم يبقى سنس بتأتي للتحديد يوم شهر سنة لست معها فترة زن جملة في زمن الماضي اي اسم لمناسبة لعيد اي حاجة سنس محددة انما فور فور بيجي بعدها مدة طول الوقت تزيد انت مثلا مثلا ابتدت تتعلم انجليزي من امتى انا ابتدت تعلم انجليزي من سنة 2010 حلو سنة 2010 دي البداية يبقى مع سنس لحد دلوقتي بقى لك كم سنة تسعة يعني السنة جايبه كم عشر يعني اللي بعدها حداشر فور بتاخد اللي هو المدة الممتدة اللي عمله مع الوقت بتزيد منك انما الكلمة سنس هي بتحدد لك انا بدأت امتى او انا انتهيت امتى انا جيت في شهر امتى في سنة امتى موسم امتى في انهي وجبة في انهي مناسبة انما فور بتديك امتداد طول ما انت ماشي عمله يزيد منك ولذلك تلاقي بيجي بعدها ساعات والساعات بتكبر بتبقى days ايام والdays بتكبر وتبقى weeks تبقى months months تبقى years years تبقى centuries ages long time وبيجي بعدها كمان the last ومعها فترة طب ما كده لست بتيجي في الناحيتين لأ الانجليش يا اخوالنا الادورب الزات حساسة جدا في الاستخدام احنا قلنا since بيجي معها last ما قلت the last انما كلمة for بيجي معها the last بعدها فترة لاحظ ان بقولك لازم يكون بعدها فترة مش عايز اكد عليك بعدها فترة فترة لان لو ما جاش بعدها فترة كلمة the last هتستخدم معها since يعني لو قلت last week يبقى since لو قلت the last week for طب لو قلتلي the last meeting لا استنى ميتنج ده مش فترة زمنية يبقى هنا هتستخدم key adjective لفكرة meeting المعادث السابق يبقى هنستخدم هنا كلمة since معكز في دي مهمة جدا الناس اللي بتحفظ اخوانا مش كل زلست ومش كل لست علشان ما تلغبطش نفسك كلمة since برضو لها تكوين تاني اللي هو it's او it's been بعدها فترة since جملة في زمن الماضي it's it has been فترة since it's مثلا في الجملة اللي موجودة قدامكم دي حالا it's two month انه شهرين من ساعة ما اشتراه اخر مرة السيارة يبقى انا استخدمنا كلمة since قبلها فترة مع it's وبعدها جملة في زمن الماضي طبعا it's been دي اللي هي الامريكان بالذات هم بيستخدموا التكوين ده في grammar نكمل مع بعض بقية الكلمات احنا كده اخدنا دلوقتي كلمة yet بص معايا وحددلي نوع الجملة اللي جاية دي هل احضروا واجبهم؟ نوع الجملة اللي قدامكم دي سؤال بادئ بفعل مساعد موقع yet في الاخ yet متطرفة بتأتي في نهاية السؤال البادئ بهافو هاز اذا تتشابه مع مين في السؤال بهافو هاز بقى الناس اللي مسح صحة؟ تتشابه بالظبط كده مع كلمة ever ولكن يختلف الموقع جملة كمان they haven't brought it yet هما ما جابوش للغد دلوقتي نوع الجملة جملة منفية بnot موقع yet في الاخر كنا بنقوله طالما في not يبقى yet not yet not yet متطرفة اذا الجملة المنفية في كم حاجة لغد دلوقتي بتأتي في الجملة المنفية؟ نعد مع بعض كده كلمة ever اذا كانت الجملة منفية بnot بعد not ever كلمة ever بتأتي لما تكون الجملة بدقة بno one no اي حاجة nobody nothing بس يكون اسم واحد كلمة never بتأتي لنفي الجملة ذات نفسها ما ينفعش يكون معاها اي حاجة من دول وكلمة yet بتأتي في اخر الجملة المنفية بnot اهم حاجة الموقع انت وانت بتذكر هتجمع مين بيجي في الجمل مين بيجي في الاسئلة فين مكان ايه طبعا في كلمة بتستخدم مكان كلمة yet هنوصلها حالا كده لقى كلمة lately lately ممكن توضع مكان yet في حالات النفي برضو lately lately ممكن توضع في نفس الجملة هنا مكان كلمة yet كلمة so far recently lately lately until now كلمات دي كلها لانا موضحها قدامكم الاربعة دول تعتبر من الظروف اللي هي بتأتي في البداية او في النهاية في الجمل او في الاسئلة تختلف عنهم كلمة lately انها بتستخدم زي يت في النفي يعني يت بتستخدم في النفي وفي السؤال كلمة lately بتستخدم في النفي بnot وكمان بتستخدم في الجمل المثبتة عادي وبتستخدم في الاسئلة ملحوظة اخيرة ومهمة جدا وانت قاعد بقى كده بتجيب الجمل نوع الجمل الجمل المثبتة الجمل المنفية الجمل اللي بدأ السؤال بدأ بhave و has السؤال بدأ بادات استفاهمك فيين مكان الكلمات افتكر في الاخر حفظك لمكان الكلمة ممكن يخلي لك اي سؤال سهم في الامتحان ممكن يزعلك يجيب لك سؤال بhave و has وسائب لك اخر و فاضي وانت عارف مين بيجي في الاخر عارف اللي بيأتي في الاخر كلمة يت في السؤال اللي زي ده قم جاينا الردد عليك ويقول لك طب مفيش في الاختيارات كلمة يت هنختار مين هندور على كلمة تصلح بنفس المكان في نفس المكان وهو ما يقدرش يجب لك كلمتين يعني مثلا ايه الكلمات اللي جات معنا في الاخر بغض النظر عن سؤالة وجملة كلمة already اه تنفع كلمة literally تنفع كلمة recently تنفع اي كلمة من اللي بتأتي في الاخر دي تنفع طالما يت مش موجودة فهو ما يقدرش يجمع لك ما بين اكتر من الاختيارات بس انت ال standard اللي عندك اللي انت بتستخدم كلمة yet والبديل بتاعها كلمة لت مهم جدا وبأكد على المعلومة دي في غياب كلمة عن سؤال انت حافز شكله ومكانك كلمة استخدم كلمة في نفس مكانها جابلك سؤال بhave وهاز ونقص كلمة بعد الفعل معتلكش ever استخدم بعض الكلمات اللي هي موجودة بتأتي في وسط السؤال هلاقي كلمة just كلمة ready اللي اتنين دول موجودين ممكن يستخدموا في هذا السياق عادي خالص المحطة اللي بعد كده هي محطة passive ازاي ان انا اعمل جملة في الزمن ده passive voice يعني بستخدم فيها المفعول مش تكوين الجملة الطبيعي مفعول وبعد كده التصريف التالي بص الجملة دي ونحاولها مع بعض كده اولا تكوين ال passive هتبدأ بال object بعدي have been has been في ذكر كده ان دي كوتلها واحدة have been has been بعد كده التصريف التالي يعني ايه اللي زاد؟ been بس قبل التصريف التالي بعد have وهاز been كده انتقلبت الجملة من شخص فاعل الى شخص مفعول passive voice dad has taken children to the theater الاب خد الاولاد للثياتر واضح جدا الاب ماله has taken has taken the children خد الاطفال to the theater تعاني قلبها يبقى حنقوله ايه the children الاولاد بيجي معاهم have been ولا has been have been taken خلاص يبقى الاولاد اتخدوا الى اين to the theater الى المصر ما قولتش انا مين اللي اصطحابهم او مين اللي عمل الزيارة دي بيهم يبقى هنا استخدامنا لل passive هو ان احنا هنضع كلمة been بعد have وهاز نفرق ما بين التصريف التالي و have وهاز بكلمة been في النص يبقى انا قلبت الجملة كده رأسا على عقل طب تعال بقى مع بعضنا كده نحل بعض الاسئلة على الزمن ده خصوصا الاسئلة اللي وردت عندك في كتب الوزارة اعا كتاب الوزارة في سم من قاتل السؤال الاولاني his style of writing blank نمط الكتابة بتاعه blank فراغ نقط over the years هنختاري من الاجابات الموضحة قدام حضرتك had it changed change is it changed has it changed الاجابة هتبقى has it changed بس انا هحرجك هقولك ايه السبب بالظبط كده الناس المصحصال هتلاقي في كلمة over the years عبر السنين عبر السنين كنت اقول لك ان دي من الكلمات المستخدمة في الزمن ده عبر السنين يعني الى الان number two when is happy with what he لما بيكون سعيد بيلي خلي بالك is happy his secretary type set secretary بتاعته بتطبعه او بتكتبه على الكمبيوت الكلمة لاحية حقي طبعا هنستخدم هنا انهي زمن و ايه السبب هل هي الاجابة هتكون was written has written is writing has written الاجابة هتكون has written has written has written مع اللي كتبه طب ليه استخدمنا مدارع التام هنا مع انه مفيش اي حاجة تدل على ان الحدث ده كان في الماضي وله اصل لا فيه فيه في كلمة is happy with لما بيكون سعيد مع الشئ اللي كتبه سعيد بالشئ اللي كتبه هنا معناها اراضي عن الشئ اللي كتبه في الماضي بيقول للسكرتيرا بتاعته ان هتتبعه number three for the past two years she at an international company السنتين اللي فاتوا هي كانت في شركة عالمية الاجابات worked works had worked has worked الاجابة هتكون طبعا has worked ليه قولي نفسك ليه ايه الدليل على ان ده مدارع تام بالزبط كده وجود كلمة for بعدها فترة زمنية for the past two years طبعا for ممكن تأتي في الوسط او تأتي في البداية المهم من بيجي بعدها فترة زمنية ممتدة على مدار سنتين يعني السنة الجاية ثلاثة يعني السنة الجاية اربعة يعني السنة الجاية خمسة تفضل تزيد السنين بعد كلمة for تعالوا نشتغل على الكلمات وموقعها شوية عشان برضا سبتلكم الكلمات بتأتي فين وليه الجملة اللي قدامكم دي بتقول بلانك I started my job بدأت شغلتي I have made important people from all over the world عايزين هنا حاجة من الكلمات اللي قدامكم دلوقتي for sense until when تفتكروا مين فيهم حييجي مكان النقط ركزيني ده جملة في زمن الماضي مين الوحيد اللي قلتلكم يأتي بعديه في الزمن المضارع التام بعديه زمن الماضي مين من الكلمات اللي اخدناها في المضارع التام بيأتي بعديه زمن الماضي Exactly كلمة sense هي اللي تنفع بيجي بعدها زمن الماضي الجملة مدارع تام بس اللي قدام sense ماضي لانك ممكن تستخدم sense في الوسط بعدها برضو الماضي تقولي I have met important people from all over the world since I started my job فجبتلك sense في البداية علشان انت مش متعود تشوفها هنا السؤال بعده Have you thoughts seen the pyramids عايزين كلمة تصلح للسؤال ده Never let me ever just هنستخدم كلمة بالضبط كلمة ever لان ده سؤال بادئ به وهازو عايزين كلمة تأتي في الوسط فهي كلمة standard كلمة ever طب لو ما جاتش كلمة ever في الاختيارات مين من الكلمات اللي موجودة قدامك ممكن تحل محل ever في سؤال زي ده Exactly كلمة just الزبط كده السؤال بعده شخصي بيكلم التاني بقول له Did you like the new film by احمد حلمي عجبك فيلم احمد حلمي الأخير فالتاني قال له ايه I don't idiot هنستخدم مين من الاجابات اللي موجودة عندكم Have watched Haven't watched Had watched Hadn't watched الاجابة هتبقى Haven't watched ليه بالضبط لان كلمة yet موجودة ويت بتأتي في اخر الجملة المنفية بnot يبقى هنستخدم هنا Haven't watched السؤال اللي جاي It's amount . فات شهر . من ساعة ما هند زارت عمه مين اللي هيستخدم في الاجابات المكتوبة قدامنا For sense of two تمام مين اللي قلنا هي بتأتي في التكوين بتاع It's وفترة أو It has been وفترة بعد كده زمن الماضي مفيش حاجة بتيجي بعدها زمن الماضي من الاختيارات الموجودة غير كلمة Since تمام السؤال اللي جاي ده جميل Nothing like this مفيش حاجة زي كده Has not happened to me حصلت لي حنستخدم ايه في جملة زي دي liver ولا ever always ولا just تمام الجملة هنا بدأ بno thing الحاجة اللي انا اقول لكم no thing no one حنستخدم فيها كلمة ever السؤال اللي جاي ده سؤال في قمة الخباسة I don't know how long my friend has been writing نقط But it's clear he's furious ولكن يبدو انه هو فوريس حنستخدم ايه هنا من الاختيارات القدامة Since I go from four ها فكر شوية سؤال محتاج تفكير احسنت حنستخدم هنا كلمة for لان فيه هنا how long how long خلي بالكوا السؤال زي ده هو ده سؤال محتمل احتمال امتحاني يعني ممكن يحتوي على سؤال خبيث زي ده for مفيش جاة بعدها فترة الله طبعا نستخدم هنا for ليه لاحظ ان فيه كلمة how long نقوم شواء التمرين عشان ما ننساش ونختم بيها على سنسو for عشان اوضح لكم الفرق ما بينهم مهم جدا They have been married dots ten years نستخدم هنا since or four عشار سنين They have been married متجاوزين نقط ten years عشار سنوات السنة الجاية 11 لبعده 12 مدة هتمتد يبقى هنا هنستخدم ايه four طيب لو قلتلك لو عايزين نستخدم since هنا هشوف عشار سنوات كان سنة كان بالظبط لما بديت ما تزوجوا يبقى سنة ايه 2009 2009 I haven't seen علي نقط Monday هنستخدم هنا since or four بالظبط هنستخدم برضو هنا كلمة since ليه Monday ده يوم الاثنين يوم محدد I have been waiting نقط 8 o'clock انا منتظر 8 o'clock ساعة تمانية هستخدم ايه هنا ساعة تمانية يعني انا مستني من الساعة تمانية يعني كمان ساعة ينفع اقول انا مستني من الساعة تسعة لا طبعا انت مستني امتى من الساعة تمانية تبقى كلمة since انما مستني بقى لك قد ايه لو قلت دلوقتي مثلا two hours هايقول I have been waiting نقط 2 hours ساعتين ساعتين يعني كمان ساعة هيبقى ثلاثة يبقى كمان ساعة اربعة كمان ساعة خمسة يبقى كلمة for يبقى هنا طالما الساعة محددة يبقى since طالما المدة مفتوحة معايا بساعات بايام بشهوري بتكلم كلمة for ايه موضوع بنتو جانتو بنتو جانتو بسيطة جدا لما بنستخدم كلمة بنتو معناها ان في حد راح مكان زاره ورجع انما جانتو بنستخدمها لما يكون الشخص راح المكان ولسه مرجعش او بنقوله انه لسه هيرجع يوم كزا بص الجملة دي بنقوله ايه سارا هاز بلانك تو لندن سارا هاز بلانك تو لندن and they came back last week ورجعت الأسبوع لفات هنا هنستخدم ايه؟ طالما حددلي انها راحت ورجعت يبقى هستخدم كلمة been اما لو قال لي سارا هاز نوت تو لندن and she will come next week وحترجع next week الأسبوع الجاي يبقى في الحالة دي انا هستخدم كلمة ايه؟ gone gone بمعنى انها ايه؟ لسه مرجعتش لسه موجودة هنا ده الفرق ما بين كلمة gone وكلمة been كده احنا كمينا مع بعض وخلصنا زمن person perfect ارجو ان الشرح يكون واضح افتكر ان ده الحدث اللي هو حصل في الماضي بس له اثر عندك دلوقتي او ما ذكرتش حصلك امتى له اثر مادي او معناوي على الشخص المتكلم استخدمنا الكلمات بتاعتها وكل كلمة في مكانها حتى بالحاجات اللي مش علينا اللي بتستخدم في الاسبوكن استخدمنا بعض التدريبات اللي بتدل على الزمن ده في اخر لما انخلص الازمينة كلها ان شاء الله هنجيب ترانزليشن ترجمة هتجمع ما بين استخدامنا لكل الازمينة دي في حالات الترجمة وايه اللي يجب انك تعمله وايه اللي ماينفعش انك تعمله فكرة الترجمة وانت بتحل في الامتحان او انت مثلا داخل اختبار في دراسة الترجمة او اي حاجة ان شاء الله اشوفكم على خير المرة الجاية في الفوكابلوري الخاص بيونيت 2 كان معاكم مستر رحمة جابر واشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته